مساء الخير عليكم أحد المتابعين إلي طلب من عندي أتكلم على موضوع العمار واللي سكنون ويانا بالبيت من الجن بشكل تفصيلي طبعا هاي الحلقة مهمة جدا ومفيدة للي حاب يسمعها ويفتهم منهم العمار وعمار المكان هم من الجن ويسكنون ويانا يعني مو بس بالبيت يسكنون بأماكن ثانية هواي المدارس والمستشفيات والدوائر بكل هاي المكانات أكو بيها عمار المكان عمار المكان تكون ديانتهم حسب ديانة الشخص إلا بحالات نادرة جدا يعني مثلا أنت إنسان مسلم بدولة مسلمة يكون بيها كل العمار اللي موجودين بالبيوت مثلا مسلمين لكن أكو بيوت يدخلها الشيطان وأنت اللي تخليهم يدخلون يعني مثلا تقرالك كتب أو بيتك موجود بتماثيل أو كثرة أغاني وإلى آخره من المعاصي اللي كل الناس تعرفها والحالة النادرة اللي أحب أتكلم عليها مثلا أنت إنسان مسلم وساكن ببيت وأمرك طبيعي جدا انتقلت الغير دولة ونقول دولة مو مسلمة نهايين واستقريت هناك وقعدت خذت لك بيت ولا شقة ولا أي شيء ثاني وأنت ساكن بيه احتمال شبير يكونون العمار بهذا المكان ديانتهم غير مسلمة لكن ما راح يؤذوك نهائيا لأن العمار بطبيعتهم غير مؤذيين أبدا ونهائيا لأن هم يكونون عائلة مثلك تماما يعني عدهم أطفال عدهم نساء ويخافون عليها وعدهم أطفال يخافون عليهم فهذا الأمر طبيعي جدا وكل البيوت بيها عمار لكن مثلا أنت إنسان تصلي ملتزم تقرأ قرآن ورحت البيت مثل ما قلنا أنه أنت بمكان مثلا أو دولة أوروبية أو مكان ثاني أنه ما بي مسلمين وأنت رحت لهذا المكان وجلست وبديت تمارس حياتك الطبيعية تصلي تقرأ قرآن إيمانك برب العالمين قوي هنا احتمال تظهر عدك عدة أشياء يبدون العمار لهذا المكان يزعجونك وعمار المكان يقدرون كل شي يسوون بالبيت لكن أنت لما تدخل مباشرة عمار المكان إذا كانوا مسلمين أو كافرين مكانهم بالزوايا البيت ومكانهم بالسقف يعني بس تدخل أنت للبيت يرجعون على الجدران وما رح يتحركون نهائيا الحد ما أنت تغادر المنزل يلا يقدرون ياخذون راحتهم ويفترون بالمكان ويسوون أشياءهم اللي يسووها فأنت إذا كان إيمانك برب العالمين قوي هنا راح تقدر تتغلب عليهم هنا من راح أقول لك أنه أنت تقدر تتغلب عليهم مو معناتها أنه قد تدخل بمعركة وياهم لكن إيمانك قوي محصن نفسك ما راح يقدرون يضروف وهنانا راح يضطرون أنه هم يغادرون المكان ويصير إلك وهنانا احتمال شبير جدا راح يجون عمار من الجن المسلم يسكنون وياك لأن أكيد أنت راح تمارس حياتك الطبيعية وتقرأ قرآن بالبيت ولما تقرأ قرآن بالبيت شكوا جن مسلم قريب من عندك وهم متواجدين بكل مكان المسلمين والكفار راح يجي ويسكن ببيتك ويكون عامر للبيت وهنانا راح يقدر يحامي البيت شون يحامي البيت هسا أنا أفهمك عمار المكان لما يجون مثل ما اتفقنا يجون على شكل عائلة موجودة وياك ثانية بالبيت فأنت اليوم إذا أنت إنسان وساكن ببيتك وعندك عائلة وقاعد وتهجموا عليك ناس أكيد أنت راح تدافع عن بيتك بكل شراسة العمار نفس الشي إذا كانوا مسلمين وإجا أي جن كافر أو جن ثاني راد يأذي اللي موجودين بالبيت هم راح يصدون إلي وهاية فائدتهم بالبيت ويعني باختصار شديد عمار البيت هم الحماية المكان فقط أكو أمور أنت تسويها وما تشعر بيها أنه راح تخلي الجن والعمار اللي موجودين ببيتك راح ينفرون ولما ينفرون أكيد راح يجيب مكانهم جن كافر يسكن بالبيت وياك وهنا راح يصير البيت ماتك مسكون بالجن أكو فرق أكو فرق بين عمار المكان وساكنين المكان ساكنين المكان هم من الجن الكافر اللي يسكنون الأماكن القدرة والوصخة والأماكن المهدومة وقديمة والجبال وغيرها هذو لم يتواجدين بكل مكان فأنت لما لسهوا شغلة ويطلعون العمار اللي موجودين بالبيت في سبيل يحامون أطفالهم ونساءهم راح يجي جن كافر لأن الجن مثل الإنسان تماما بيهم القوي بيهم الضعيف بيهم العاصر رب العالمين وإلى آخره مثل الإنسان تماما الأمور اللي تخلي الجن المسلم ينفر من بيتك اللي هم العمار كالآتي الأغاني أكو أشياء نشتريها من بره لكن احنا ما نعلم هاي الأشياء شنو أشياء تكون بيها كتابات وطلاسم غريبة هاي تخليها تنفر أكو بعد أمور ثاني أكو ناس على أساس يحس أكو حركة بالبيت أو شي فيقوم يجيب ملح ويرش بالبيت وهذا بحذ ذاته يخلي الجن المسلم ينفر من بيتك والكافر لأنه معروف عن الجن أنه يكره الملح إذا كان كافر وإذا كان مسلم وأكو أنواع من البخورات هم تخلي الجن ينفر هاي اللي شغلوها المغرب الناس في سبيل على أساس تطرد العين والحسد البخورات لصير ريحتها مزعجة هاي هم تخلي الجن المسلم والعمار ما للبيت ينفرون من بيتك ويطلعون وإذا أنت سكنت ببيت جديد أو حتى بيتك نفسه القديم بديت تلاحظ أشياء غريبة أو أشياء تختفي من بيتك أو أحيانا الأطفال أو النساء أو أي شخص ثاني موجود وياك بالبيت يقول لك أنه أنا شفت خيال مر بسرعة وفات منها أو حسيت ومضربة الباب وإلى آخره من الأشياء اللي تزعج اعلم أنه العمار جاي يسوون وياك هذا الشي فأنت هنا ما رح تعرف العمار اللي موجودين وياك بالبيت بس إذا كان البيت ماتك بيقراءات قرآن بيصلاة البيت تحس كله معتدل وما بي أي شخص يعني يسوي أشياء ثانية تغضب رب العالمين فاعلم أنه هذا الجن المسلم جاي يسوي هاي الأشياء تقدر تحرج عليه وتقول له وتسأله برب العالمين وهنا أنا ما رح أقول لك فالدعاء صعب أو شي يعني أنت ونيتك مثل أنه جاي تتكلم مو هي شخص لكن تسأله برب العالمين تقول له إذا أنت جنت من الجن الصالحين يا أما تجلس ويايا بالبيت بما يرضى الله يا أما تغادر المكان وهاي تنذره المدة ثلاثة أيام وبعدها تشوف إذا استجاب إليك وكل شي خف بالبيت وبعد ماكو أي شي فاعلم أنه اللي كان موجود جن مسلم واحتمال أنت سويت فتشي أو أحد عائلتك سوى فتشي وأذى وهو وحب يحسسك بوجوده ويقول لك أنه أنت ما تسكن وحدك بالبيت يعني مثلا انسكه بماء حار بدون ما أحد يسمي أو ازعاج 24 ساعة بالبيت أو صير شغلات يعني مثلا شخص من البيت شغل أغاني وإلى آخره من الأشياء إذا صارت هاي الأشياء لكن مو باستمرارية اعلم أنه الجن جاي حسسك بوجوده بالبيت في سبيل أنت لا تعيد هاي الأشياء وإذا بعد ما نذرته ثلاث مرات واستمرت عندك الأشياء واحتمال الزيد هنا نتحرج علي مرة ثانية وتقول له أسألك بالله الذي أنزل القرآن والتوراة والإنجيل وإلى آخره من هذا الكلام وتقول له لا تأذيني ولا أذيك وأخرج من البيت بعد ما حرجت عليه بالكتب السماوية اللي نزلها رب العالمين واختفى خير على خير لكن إذا ما اختفى من البيت والأشياء زادت أعلم أنه الجن كافر اللي موجود عندك بالبيت وما يعترف بكل الكلام اللي قلتها قبل شوية وبهاي الحالة لازم أنت تعوف البيت وتغادر وتجيب شخص يعرف بهاي الأمور وراقي شرعي بالقرآن فقط تجيب البيتك ويقرأ قرآن وإن شاء الله بجلسة أو جلستين راح تنحل عندك المشكلة ولهنانا أصور أنه المسألة تبحث عندك وهس راح أتكلم لك بخصوص الجن المسلم الجن المسلم موجود بكل مكان لكن الجن المسلم ما يتحضر نهائيا وما إلى أي طريقة تحضير وماكو شخص يقول أنا عندي جن مسلم أقدر أعالج الناس بي وأساعد الناس بي هذا الشي ما يصير نهائيا لأن الجن المسلم الحقيقي ما يتعدى حدود رب العالمين أبدا والجن المسلم يعرف أنه التواصل بينه وبين البشر هو أمر حرام ألا بأمر من رب العالمين يعني مثلا الشخص يقع بمشكلة صغيرة أو شي أو مقطوع فهناك يجي احتمال جن مسلم يساعده هاي بحالات نادرة مثل القصص اللي أنا رويتهم بالقناة يعني الجن المسلم ما يتحضر أبد خلي نكون متفقين على نقطة وبالنسبة إلي يشكوا واحد يريد يعارضني أو شي فهذا الشي من حقك ووجهة نظرك أنا أتقبلها فأكو ناس يدعي أنه هو إنسان روحاني وأنا أعالج وأنا عندي جن وأنا عندي كذا وأنا أعالج بالقرآن وأنت تجي يمه يقرأ لك كلمتين من القرآن والباقيات ما أعرف منين جايبهم أو يبدي مثلا يقرأ شغلات من القرآن ويقف على كلمة يظل يردد بيها وهذا الشي غلط 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 بس تشوف ويتي يسوي اعلم أنه ما يتعامل غير بالسحر لا قرآن ولا أي شي لأن كل السحرة يقدرون يستخدمون آيات من القرآن لكن يمزجوها بكلمات ويغيرون أحرف أو نوبات حتى يشيون حركات وكسرات من الكلام ويتغير معنى الكلمة وأنت تظل واقف وما عندك علمية قوية بهذا الشي فتعبر عليك وما تحس تقول خلاص هو جاي يقرأ قرآن لكن هو أكو عدة كلمات قلبها وأنت ما حسيت عليه نهائيا وراح أنطيك مثال حقيقي وبسيط جدا يعني مثلا أكو ناس يستحضرون جنه هاي الأمور طبعا أنا أعرف بهاي السوالف وأنا أصلا ما أريد أفتح القناة على هيت أمور لكن لازم أوضح للعالم لأن أغلب الناس اللي جاي يتابعني ما تعرفوا بهذا الشي أو مغيبين عنه أكو ناس يريد يستحضر جن وطريقة استحضار الجن صعبة نوعا ما أول شي طريقة استحضار الجن هي يعني أول شي أنه أنت تبدي به هو التحصين والتحصين معروف التحصين تقرأ آية الكرسي سبع مرات وهنا راح تكون أنت حصنت نفسك من أي جن بعدها تجي طريقة صرف العمار وليش هنا راح يصرف العمار إذا هو راح يستحضر جن مسلم ليش راح يصرف الجن اللي موجودين عنده بالبيت فهاي أول نقطة لازم مواحد ينتبه عليها أنت اليوم من راح تصرف العمار اللي موجودين عندك أعلم أنه أنت راح تحضر الجن ببيتك واحتمال هذا الجن ما راح يطلع ويجيب قبيلته وعشيرته وكل اللي يعرفهم ببيتك وطريقة الصرف كالآتي هي بصورة الزلزلة وما راح أقول لك تقولها إش كم مرة لكن لما نتوصل كلمة أشتاتن تردد هاي الكلمة سبع مرات بعدها معينة للآية وبعدها راح ينصرف عندك العمار اللي موجودين بالبيت وهس راح يطلع لي واحد ويقول لي ليش الجن اللي موجود راح ينصرف هو يجي ويأذيك لأن أنت جاي يسوي شي غلط هو مجرد ساكن وياك بالبيت وعنده عائلة يخاف عليها مثل ما أنت تخاف على عائلتك لكن هون ولم يشوفك أنه أنت تسوي هذا الفعل راح يعلم تماما أنه أنت لا خايف على البيت ولا خايف على عائلتك وحتى إذا تشنس ساكن وحدك أنه أنت ما خايف حتى على روحك هنا راح ينسحب ويطلع لأن ما راح يعرف هو من اللي راح تحضره أنت احتمال الجن شرسه أقوى من عنده وراح يقضى عليه هو وعائلته وأكونوا بات مقاطع من تشرة مثلا ناس تحضر جن أو شي يصير في هذا أمر غريب بالبيت يعني خارج عن السيطرة ماتة أو خارج عن المألوف تبدأ البوب تنظره تبدأ معرفش يصير فهاي الأشياء كلها هي صراع بين الجن اللي موجود العمار وبين الجن اللي أنت حضرته فأنت إذا سويت هاي الطريقة وصرفت به عمار وما عرف شنو خلص اعتبر نفسك أنه أنت إنسان كافر وخرجت عن الملة لأن رب العالمين نهانة عن هاي الأمور السحر وغيرها نهانة حتى بالمنجمين حتى هاي السوال في مالأبراج وغيرها رب العالمين نهانة عليها لأن اللي يعلم الغيب بس رب العالمين وأنت من تريد تحضر جن ببيتك أكيد تريده يسوي لك أشياء معينة والصور لهنانة وتضحط الصورة عندك إذا أخطيت فهذا مني وإذا أصابت فهذا من الله وأتمنى تكون الحلقة مفيدة للجميع وإذا أنت أول مرة تشوفني أتمنى من عندك أن تشترك بالقناة وتفعل لزر الجرس بهاي القناة يومي الساعة تسعة أنشر قصة رعب وبنفس الوقت أنا أخذ الدور به يعني القصص صار الأشخاص لكن أنا أخذ الدور بهاي القصص وحفظنا الله وإياكم الشياطين الإنس والجن وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله